نعم عبدالإله سارة محافظة الجبيل بالتأكيد الملاحظ بأنها في السنوات الأخيرة شهدت طفرة تنموية كبيرة جدا في هذا اليوم سيتم تجشين عدد من المشروعات التي يتجاوز تكلفتها الإجمالية نحو 61 مليون ريال سعودي نتحدث أيضا عن تجشينها من قبل صاحب السمو الملك الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية الذي فعلا اهتم كثيرا بكافة المحافظات وأيضا كانت هناك متابعة دقيقة لكافة المشروعات التي تقام في هذه المحافظات لتكون مواكبة للتنمية والطفرة الكبيرة على مستوى المنطقة الشرقية والمملكة بشكل عام دعنا نتحدث أكثر مع المهندس فارس آل عريج وهو رئيس بلدية محافظة الجبيل نتحدث عن أبرز هذه المشروعات مهندس فارس أولا صباح الخير وحدثنا قليلا عن هذه المشروعات التي سيتم تجشينها اليوم برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية أهلا وسهلا وأسعد الله صباحكم بكل خير أنتم ومشاهدين الكرام نتشرف اليوم بزيارة كريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف أبن عبد العزيز حفظه الله ورعاه لتجشين عدد من المشاريع التنموية لبلدية محافظة الجبيل وبلا شك أنها مشاريع سترتقي من جودة الحياة ولرفع أنزنة المدن وهي من أهم المستهدفات لتحقيق رؤية المملكة عشرين ثلاثين طبعا عندنا اليوم تجشين لمشاريع بقيمة جمالية بلغت واحد وستين مليون ريال منفذة شملت تطوير بأحياء الخالدية من سفلتها وأرصفها وإنارة وكذلك إقامة الكورنيش الجنوبي في الجبال وإنشاءها بكامل عناصر الخاصة بالمتنزهات البحرية كذلك عندنا ساحات في ضحية الملك فهد سيقوم بتجشينها سموه الكريم بالإضافة إلى جملة من الأعمال الخاصة بإنشاء السفلتها والأرصفة في محافظة الجبال والقرى التابعة لها بلا شك أنه عندنا تطوير شارع الملك فيصل الشرقي الشمالي عندنا تطوير لطريقة المدينة المنورة كل هالمشاريع جملة وتفصيلا سيقوم سموه الكريم بتجشينها لهذا اليوم هذه فيما يختص بالمشاريع التي ستدشن اليوم بالإضافة إلى أنه جاري طرح وترسية مشاريع بقيمة 63 مليون سيقوم بالإعلان عنها سموه الكريم وهذه بإذن الله مهندس فارس أيضا ربما حديثك يقودني إلى المقدمة التي تحدثت فيها بأن محافظة الجبيل شهدت في السنوات الأخيرة طفرة كبيرة وجذب للعديد من المستثمرين الذين توجهوا إلى هذه المحافظة الواعدة بالتأكيد أنتم كبلدية الجبيل بالتأكيد قدمتم العديد من التسهيلات للمستثمرين للاستثمار في هذه المحافظة حدثنا عن هذا الجانب عندنا ولله الحمد فعلا فرص استثمارية كبيرة واعدة وتم عقد ورش مع الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية عندنا كذلك تواصل مع مستثمرين بإذن الله للإعلان عن الفرص الاستثمارية بلا شك أن الجبيل مدينة واعدة ومن أهم المدن في المملكة وتحظى باهتمام من القيادة الرشيدة وبلا شك أن الفرص التي فيها واعدة بحكم تواجد الشركات الكبرى العملاقة على مستوى العالم صراحة عندنا شركة رامكو هي الملكية بالجبيل الشركة سابك وجميع الشركات الكبرى هذه توعز إلى أن الاستثمار يكون إن شاء الله مفتوح وبنشهد بإذن الله قريبا طرح فرص تنموية استثمارية تزيد من فرص الجذب الاستثماري لإن شاء الله السعوديين ومن خارج السعوديين وعندس فارس أخيرا بشكل سريع المشاريع القادمة يعني اليوم ندشن عدد كبير من المشروعات وأيضا ما زالت بالتأكيد عجلة التنمية مستمرة ما هو القادم أيضا؟ جميع بإذن الله ما تطمح له القيادة الكريمة سنبذل جميع الجهود لتحقيقها على قدم وساق وبإذن الله أن نرى النورة قريبا في عدة مشاريع تنموية ترتقي بمحافظة الجبال الله يعطيكم العافية إذن نترقب بالتأكيد التجشين خلال الساعة القادمة بإذن الله يوفقكم الله يحييك وأنا سعيد حييك الله يا مرأة إذن عبدالإله وسارة بالتأكيد يعني هذا التجشين يعتبر أيضا مشروعات كبيرة تلامس حياة الإنسان بشكل عام المماشي الحدائق البنى التحتية الطرق الشوارع العديد من المشروعات في كل جوانب الحياة في تمام العاشرة والنصف سيكون هذا التجشين الرسمي بالتأكيد هذه المشروعات منفذة وهي على أرض الواقع يستفيد منها الكثير من أبناء المجتمع هنا في محافظة الجبال